في الأسباب التعلق العاطفية ، سيستمر بشكل واحد فى هذه القصة سيعطي ملتما على الجهاز سيعطي ملتما على المشاكل , ويأتي ملتما على أسلاثه سيعطي ملتما على كل شيء . فى الأخوان هذا القصة من العبرة ونعطى بجميعها فى انسطران استفتليه هنا لإخوان ونبدأ القصة القصة دينا الأبطال لها تلعجد للناس الأول بطال القصة وهو فؤاد البطال الثاني اسمها البنت اسمها سوكينة البطال الثالث هو الدري عادي يعني عندنا لسة الأبطال في هذه القصة فركزوا معايا مزيان فمبدأوا بالبطال القصة فؤاد واحد دري المتواضح دري علاقة الحال دري لك الرأي وخدام وكي تغلب والدي وعزيز عليه عزيز عليه ماما أو حد درجة فهو دي ما فهمت مهله فيها دي ما كي يجيب لتقديال اللي خاصة كي يجيب لها وحتمني كان يخدم وحتمني كان يقرأ الإخوان كان دي ما فهمت يخدام يعني السيد راجل دير بالصح وذلك الخدمة اللي كان يخدمها الفلوس كان يمشي يجيب لأمه كان يمشي يجيب لأمه يعني كان يمشي يجيب لأمه فهذا يمشي الكاميران دي وجيت لبنت سوكينة سوكينة واحد البنت اللي عايتها في الفقر المنطقة عايتها لقد الحال والديها اللي عمل لهم الدار ولكن البنت كانت مشاطنة وعزيز عليها فهمتي وعزيز عليها لأنها تخرج الطريق وذلك الشيء كانوا عندها صعباتها مهومات والبنت مهياش في دماغه مهياش فالإخوانة سوكينة هذي كانت واحد البنت اللي كالطير دير بالصح كالطير كالطير فهمتي ما كتداش يعني من در الدراء من وعزيز عليها فهمتي عزيز عليها توصل الفلوس دقيق يعني بأي طريقة كلها الدراع لقد أدريها لقد أدريها لقد أدريها لقد أدريها وعند العقل وعند الفلوس وتعفض عليها أي شخص لقد أدريها فالإخوانة فؤاد كانت تلقى بهذه البنت سوكينة في الافاك كانوا يقرروا بجوش في الافاك فؤاد كان واحد دري كان عزيز عليها بالدراء وكان دريج جعبية وكان مهامت من النوع لأن كل شيء يعنيت له بإما كانت أخرج وعند خلف فؤاد فؤاد يقعني فأنا كان هذا القلسة وكانت فؤاد هذا كان تعجبو سوكينة في السافل وربما ليس لكي أصبحت أساعده سوكينة عارفة بأن فؤاد طايع فيها لكنها لم تكن مساوقة عليه كانت أخونا مكحطة بأنها طايعه لديها الفلوس عارفين فالفاك كان هناك طبقات كل الائد منها لديها العاقة والفلوس وكل الائد منها يمتع أقدرها هي كيف تساعد بنا دمنا عنده العاق والفلوس باش فمتش تبروفيتي فيه باش انه يخرجها باش تعيق لي باش ديستوريات تركوا ما عارفين دك لهيتي فؤاد ما كاش عنده الفلوس بزاف ولكن على قد الحال ماليف دارهم وعنها ماليف عائلته وكان ديما كيف يتقرب له ويا ديما دفع لي كبير فمالينا فؤاد كان فيش تسوكين في الاعوام خدد ديبلوم دياله مشاك يدفع الخدامي تخبر فاحد خدمة مزيانة سبع معي مزيان قصة الاخوة تقبل في الخدمة او خددها مزيان وشوية فهمتي تقدموا حد دياله يعني الخدمة خلاته انه هو دغي يوصل للمراتي مزيانة في الخدمة هذه السوكينة عارفت هذا البلان هذا فاهمين عارفت انه السيد ولت عنده العاقة ولت عنده طموبيل ولت عنده دار هذه السوكينة دارها في دماغها تخصي ضروري كيفاش ندخلت فؤاد هذا يقول لي انا واحد في هذا الموضوع الذي يشرح لي فؤاد طبيعي الحال وهو طائح فيها وكيف يريدها ولا كيف يشرح لها كيف ينضيها هذه هذه مثل واحد نهار سيصرحه يقول لها شوفي لنا هنا طائح كنتي وبغيش حلقة جدية معك يعني باركة من قوي من النافقة كل شيء كيف يعجبيني وبغيش نكون معك قلت لي داب الله وكذا ويباك فاهمت كيف تقليه في المهل قلت لي الله قلت لي انا ما عاقلي مفشيفة في الحلاقات وكذا خليني دابا من بعد قد يكون شيء عجم زيانا وهي رباك كيف تقليه وتخيلوا معي انا كيف كيف تروفيت فيه كيف تقول لي راني خاصة هذه خاصة هذه والسيدرة كان دي الله صالح وخباقي كمت احمقها فما علينا دابا الاخوان غادي دخل باطلا الله خور لي هوا هذي لديها هذي واحد دري كطاعر يعني مننا ولي بايت بواي وليس دريت كطاعر دي الله بصح كطاعر البناج من بنت البناج ترين فيك وعند الفلوس وعند الحاقة فادا الاخوان كان بليدي لبصح وكان طاعر لات سوكينة را دابا ركزوا معي في الأطوار القصة الاخوان كان طاعر لات سوكينة كيف كان طاعر لات سوكينة؟ هو أنه فهمت كيف يخرج معاك يعني عارف انه كان النوع التراري كيف يكون فهمت كيف يترفس وضغيا بعد البناج فهو كان كيف يرويه المباقات واللعبات مرة مرة يتقعد على لي فلوس بحكم انه والدي ما يبقى لي تريني ملعاقة يعني عارفين انه هذا النوع هو يخسر فلوسه في ماله يعني ما غاديش والدي ما يبقى لي فان سوكينة دي ما تتطبر عليه من عند دخول هذا فؤاد يعني هيا سوكينة كتاكو تفوس بعد فؤاد بتعطيهم العادي للاخوان اذا كشي علاش اركزوا معايا مزيان الاخوان حيش كينين هاد هاد الضحايا بحال فؤاد كينين بزاف كينين بزاف كينين بزاف الضحايا بحال فؤاد اللي كي فوني وعلى درية وذي كلمنش كتفوني على درية معروفة هذه وجاربة على عمل فمعلينا بقيت العلاقة الفؤاد مع هاد سوكينة وحد نهار جاء فؤاد هاد سوكينة ومكشينين معكشي حاجة خيباء وهذه كوني هاني انا ما ندير معكشي حاجة اللي غا تخضب الله وكده انا بغير معك الزواج قلتي مأكد نعم ما تقولي شي حاجة قلتي اكوني هاني انا ما غادي قيس دي موانه ولكن غادي فوني يعني غنوني اخدو اللي بغيره بغيره فلوس بغيره بغيره هاد سوكينة قلتي هاد سوكينة ايقاسك وتخيلوا بغيره ان سوكينة كانت عارفة عادي كي طايع لدي الرياج يعني هي عارفة اخونا وهو ركينة النوع الاخوان انا نظن جايكب في القصة فايا دي كود سوكينة كانت تتوفر كانت بغيرها عادي الوحد درجة منك يعني تقدر اي حاجة وتخيلوا عادي كانت يضربها كانت يتحدى عليها كانت يفتخها كانت يتعلها كل شي راها القصة الاخوان ركزتوا فيها ودك شي غا تفهموا فايا تحويش فؤاد كانت ديما مهلي فيها تخيلوا معي انها كمشيكة تقدر الحويش ربع المرات يقطع من اللحم بس يعطيها لدرجة انه وبعد المرات يعطيها مليون ومجهوش خاصة هذه خاصة تيفون جديد مهم كان مهلي فيها بسهل ياخوان فهو بقافة المنويل هادا وهي كتاخد فؤاد أنه يستخدم من الاعداد وكانت اعطيها وقد سألت من التحق و قد يقول له عنا ما هي نهار تغطريني وهي نهار تغطرني أغطرني 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 قلت لي أنني اخبرتني ما أغطرني يعني أنت كنتمت علي أختنا مالخيرا كانت تضحكي وأعتقد أنت كنتمت علي فما عنينا الأخوان دائما لأيامك قلت له لأرى ابقى نرى والديك نرى أنت نخطبك لالولاً تكتردني و قالت يا صافي الله كيف تخطبها أو لايبات صافي دارون موحد للعرس انها ويتزوج بات سوكينة هذي ولكن سوكينة مخطاط لبلان اخر الاخوان عشانكم الهضراء ركزوا معي مزيان هاد عادي لهذا قل لها شوفي انتي قبل الزواج بوحد السيمانة بعدين اعلق اناوي هيك ولا انتي غاديش عاربة قلت لي كيفاش قال لي غاديش عاربة قلت لي ولكن قول باش عاربة هذي في شخوا دخونا هادا في الدار ديالو في طموبي يشوف الفلوس اللي عنده في كون يقول لي رامين كاش انه وذي لي هاتي قال لي اغاد يقول لي اكتب لك هاد الشي بسمي تك يكوه كيبغيك شارطي علي هاد الشرطي قل لي يكني ايك هو يبغيك وكيموت عليك هاد يكتب لك هد شي كامل فيا غدت عنده اغات قولي غادي شارط عليك شارط واحد قال لي اغاتي اكتب لي هدار وغدد لي هدلا موبيل واشطين فلوس自ق شلعتك عشطي لها قل لي الرامين كاش قبل الا اغاتي اول مقابل يبقى كيف يفكر يقول ان انا كن بهذا صافي و اخوة يكتب لها كل شي اخواني يقول ان لا يكتب لها كل شي فتنوضة المزغوبة ستقول لي فؤاد ستكتب لي الدار و ستعطيني الطموبيل و ستعطيني الفلوس لديك ستقول لها ولكن انت رب الزب ستقول لي هذا الشرط عندي ستقول لي انه بدأت و لم اصدقى تعطيني ايه و ستعطيني ايه فتكون قبل ان تزوجه ستقول لي انتهي القادر ستكون قبل ان تزوجه ما انه موافق و سترى و سترى ايها الشغط ام اشبه الموافق تيد ايه ايه اكتب لها ايكتب لها الطموبيل دار ناري لك اكتب لها شي كامل صافي والسيدة ستأخذ الشيء ستقلع السيمان الاخوان ستتعلق ستتعلق ستغلق السيدة ستعيد لها لأنها عادة لليل قبل الليل من المرأة ستقلع السيدة بلوكة ستقلع لها فلوس باعت كل شيء ستقلع لها يعني يجب أن يجمع لها ونحن نغبرها السيدة بطبيعة حال فهو لا يفهم شيئا وقرأ سواء لا يوجد شيئا وهو الذي يضره أكثر وأنه كان يريد أن يموت وفتخذه بهذه الطريقة فهو لا يفهم شيئا فهو لا يفهم شيئا ستقلع ستجرب مع والدي ستقلع لها السيدة بطبيعة حماق ستقلع لكم حماق ستقلع لكم حماق ستقلع لكم ستقلع لكم حقيقة ستقلع لكم لا يوجد أنه لا يوجد أنه ستقلع لكم 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 ستقلع لكم